اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل التقرير اللي احنا افتتحنا بالفقرة دلوقتي فتح لنا باب الكلام عن قضية الساعة وهي الفعل التي فعلها دونالد ترامب يوم الاربعاء ستة ديسمبر واقامت الدنيا ولم تقعدها حتى الان والحقيقة التركيز كمان في التقرير اللي عد زملائي كان على المنح السياسي لاتخدته امريكا في اعقاب هذا القرار وانا كلمت حراكم عنه الاسبوع اللي فات وانا اسميته طبعا السادة ديبلوماسيين اللي مشرفيني حيبقى كلامهم مختلف شوية عن الكلام بتاعنا انا اسميته الحقيقة البجاحة الامريكية في فكرة انت تاخد هذا القرار الظالم الفاجر ثم تقول انك ستراقب وستكتب وتحصي اسماء الدول اللي حتصوت ضدك يعني في النهاية في مثل كده بس مفعش يتقال على اللي بيحصل ده ديبلوماسيا وسياسيا ده اسمه ايه؟ يجبرنا على ايه؟ هل ذهبنا الجماعة العامة للامم المتحدة واخذ هذا التصويت لصالح القرار المجموعة العربية والدور المصري هل ده اعتبر انصار سياسي؟ هل ده اجهد ما فعله ترامب؟ اسئلة كثيرة جدا اتواجه بها لضيفايا الكريمين اللي مشرفيني سعد سفير والوزير محمد العرابي اهلا وسهلا محمد بيك ازاي حضر؟ ازاي حضر يا كفان؟ شرفت ايضا شقيقنا وصديقنا العزيز دكتور محمد ابو سمر رئيس تقالي الاستكلال الفلسطيني وعضو المجلس الوطني الفلسطيني اهلا وسهلا دمنا اعرف حالك طبعا المسأل بس انا مش ينفع مش فايدة فيك وهو ده الفرق على فكرة الحمد لله انا مش دبلوماسي والله كنت ترطوني من اول يوم لا ليه تما هو التصرف الامريكي ده يحتاج الى رد منك اه اعلامي لو كنت دبلوماسي كنت عندتني استمرار سيطة من الخارجية صح؟ الحمد لله الذي لم يخلقني دبلوماسي مش تمشي الحمد لله طيب نمشي دبلوماسيا منذ انفع لها ترامب احنا اشتغلنا دبلوماسيا وفقا للسياسة والثوابت المصرية ذهبنا الى مجلس الامن فقبلنا بالفيتو الامريكي ثم ذهبنا للجماعية العامة واخدنا هذا التصويت مجبل اللي حصل ده حراك شايفوا انه احنا كده عملنا اللي علينا هل الجماعية العامة دي تكفي في اطار اطر اخرى نتحرك فيها لا طبعا هي لا تكفي هي اسست موقف جديد يمكن كمان يكون انا اسمعت المقدمة انت قلتها في اول برنامج يمكن يكون جديد للقضية فلسطينية ومفيد للقضية فلسطينية ايضا لان قضية فلسطينية اصيبت بحالة من الركود من 2011 طبعا عندما انصرفت الدولة العربية وانكفعت على نفسها والعالم كله واعتقد يمكن دي كان احد اهداف 2011 صحيح ان احنا نبعد ونسيب اسرائيل يعني تشعر براحة استراتيجية في المنطقة فبالتالي انت امام فصل جديد في القضية فلسطينية فصل اعتقد انه يكون مهم جدا امر مقلق لانه دائما عندما تدخل اي عملية تفاوض انت بتبحث عن الشريك الذي يقدم صحيح حتى كان دائما نقول انه نتفاوض مع المتشددين في اسرائيل علشان هما دول القادرين على تدليفر هما دول القادرين على الفاعلين فانت دلوقتي فقط القوة التي تستطيع انها تضغط على اسرائيل وتكبرها على التقديم لانه العلم او النظام الدولي اللي احنا عايشين فيه جديد لا تنسى ان اوروبا صحيح صوتت في صلح يعني في صلح القضية الفلسطينية وصلح القدس معظمها لكن فيه بدأ بروز جديد في اوروبا مقلق جدا لانه مع تنامي الطيار اليمين ووصوله للحكم في اوروبا انت عندك فيه تلت دول اساسية يعني بولندا والتشيك والمجر ما كانش موقفهم يعني مؤيدة تماما للقضية الفلسطينية مع انهم لهم موقف تقليدية وتاريخية ماشي في هذا الاطار التصاعد اليمين في النمسا ايضا ده هيكون له فانت اذا انت بتواجه تغيير في اوروبا قد يكون مدر كثيرا يعني التصويت يحتاج رأة سياسية دقيقة جدا لان انت حزامة وحرك قلت برضه في المقدمة انت عندك 128 موافقين تمام عندك 35 ممتنعين 35 ممتنعين في منهم دول افريقية وفي دول منهم معروفة تقليدية بانها مناصرة للأضافة للسنية في ناس يقولك لا الممتنع ده هو موافقش لا بالعكس انا عندي كان يقول لا احسن يا سلام اه يعني اسانت ده موقف اه صح في القضية اصلها مش محتاجة ان انت تمتنع تعرف يعني انا لا هو يمكن هنا الامتناع جزء منه خوف ده على عدد ما هو الرجل قال لك مسك المسطرة وقال لك انا حكت باسمك ده برضه ده تقليل جديد في العالم اللي احنا عاشيين حكاية انه نكتب اسامي لا انا حارج على الدقطة دي لكن حارج شايف انه حتى الامتناع ده جزء يعني يعني لازم نعم لان في دول افريقية في دول في غياب في امتناع ورفض وغياب في دول واحد وعشرين دولة غياب دي محدش بيذكرها بالغياب يمكن له شك فني خاص بالقم المتحدة ان انت لم تسدد اشتراكاتك ولكن مع هذا تم سماح لهم بانهم يشتركوا في المناقشة ولكن اصروا على فكرة الغياب فاذا انت امام توجه لو تجمع 35 زائد 9 زائد 21 انت دي دي كتلة لا يستعام بها لازم تشتغل عليها فشان كده انا بقول لك قرار الجماعي العامة ده مش نهاية لا ده بداية لعمة دبلوماسي نشط لازم يكون عمل عربي وعمل اسلامي وعمل مصري ايضا بالتنسيق مع الاشقاء في فكسطين واعتقد ان ده بيتطلب جهد كبير جدا جدا في ظل ان القوة الكبرى في الولايات المتحدة الامريكية اصبحت الان لها موقف يمكن لم نشاهده من قبل هي بتغضب لما حد بيقول لها لأ وبتكتب الاسامي ودي اشياء كلها جديدة جديدة مع التأكيد على انها لازلت لازم تكون شريك ما تسيبهاش يعني احنا مش يقول لها تو خلاص ما هي دي النقطة وخليني نسأل فيها الدكتورة موسامرة لانها وردت نصا في البيان الرسمي اللي اصدره الرئيس ابو مازن في عقاب قرار ترامب لما طلع وقال ان احنا نرفض هذا القرار جملة وتفصيلا وبناء على هذا القرار وبما ان امريكا وضعت نفسها خصما وطرفا في الصراع وليست راعية فنحن نسقطها كرعية او يعني كوسيط نزيه لعمليات السلام اولا هل نملك ده هل نملك ان احنا نسقط امريكا من رعاية ووساطة عملية السلام رقم اثنين هل هناك بديل هل يفكر ابو مازن مثلا في مفاوضات مباشرة مع الجانب الاسرائيلي هو احنا كفلسطينيين نملك اسقاط امريكا من دورها كوسيط هي امريكا لم تكن منذ بداية عملية السلام على المستوى الفلسطيني الاسرائيلي وحتى على المستوى العربي الاسرائيلي لم تكن ووسيطا نزيها امريكا هي الشريك الدائم للعدو الاسرائيلي والضامن لاستمرار تفوق واجرام العدو الاسرائيلي يعني هذا القرار الذي اصدره ترامب اذا نظرنا اليه من الناحية الفنية سنجد مكافأة على اسرائيل على الاجرام والتوحش يعني اعجبني ما تحدثت به في تقريرك وفي مقدمتك خاصة صورة الفتى الشهيد الذي قتل خنقا يعني فعلا لو انه هناك يعني حيوانا صغيرا قتل بهذه الطريقة البشعة هل تكون دنيا ثابت وما عادتش تمام هذا الطفل يقتل على الشاشات قبل ايام ايضا قتل قعيد على الشاشات يعني قتل قنصا يعني بشكل مقصود وبشكل يعني محدد لم يكن هناك اي خطأ فني في القتل قتل قنصا في جبينه وهو مقعد وترى يعني يرى جيش العدو الاسرائيلي انه مقعد وبالتالي يعني كل هذا الاجرام وتوحش الاسرائيلي الذي تدلل عليه مثل هذه الصور البشعة هو اجرام يتم بالرعاية الامريكية الحقيقة يعني هل تشايف ان ده اجرام بتتم مكافأته كمان تماما يعني القرار والسياسة الامريكية اتجاه العدو الاسرائيلي هي مكافأة للعدو الاسرائيلي على كافة الجرائم التي يرتكبها ضد الفلسطينيين والعرب هذا اولا وبالتالي ما بينها مكافأة فهي اقرار بالموافقة صحيح على ما تفعله اسرائيلي صحيح الخطير في قول الرئيس محمود عباس ابو مازن الرئيس الفلسطيني انه لم يعد يرى في امريكا وسيطا لا نزيها ولا غير نزيها ان الرئيس محمود عباس هو بالاساس يتبنى المفاوضات ويتبنى عملية السلام ويتبنى يعني مشروع التسويق هو يرى انه بالامكان حل الصراع العربي الاسرائيلي من خلال المفاوضات من خلال المقاومة الشعبية من خلال ادوات معينة وهو رجل دبلوماسي وذكي ويعني رجل ذو حنكة سياسية يعني يشهد له العالم بها عندما يعلن صراحة انه لم يعد هناك مكان لامريكا في عملية السلام وهو الذي طيلة السنوات الماضية كان يتحدث عن عملية السلام والمفاوضات ويعني يبذل يعني الوقت الكثير من اجل تحقيق انجازات فلسطينية من خلال التفاوض ومن خلال ايضا اللجوء الى المؤسسة الدولية هذا يعني ان هذا الرجل فاض به الكيل انه لم يعد يجد ان هناك فائدة من وراء السير وراء الولايات المتحدة الامريكية الحقيقة المرة التي نحن نعرف كفلسطينيين ان امريكا واسرائيل هم وجهان لنفس الشيء بمعنى نحن نعلم جيدا ان الطائرات التي تقتل التي تقتل الشعب الفلسطيني هي ذخيرة امريكية السلاح سلاح امريكي الامداد اللوجستي الدعم المادي العسكري الفن الاقتصادي امريكا عندما تغيب عن دعمها للعدو الاسرائيلي والكيان الاسرائيلي ستنتهي هذه الدولة ونحن الآن يعني 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 دعني اعرج قليلا على مسألة اخرى لها علاقة ايضا بالهيمنة الامريكية نحن الآن نحتفل بذكرى الانتصار المصري الخالد على العدوان الثلاثي ثلاثة وعشر ديسمبر 1956 عندما نتحدث عن انتصار مصري عندما نتحدث عن حضور مصري عندما نتحدث عن مواجهة مصرية للمشروع الاسرائيلي يعني كذروة للمواجهة العربية والمواجهة الاسلامية دوما نصطدم بالهيمنة الامريكية والوجود الامريكي امريكا التي تدخلت لانقاذ اسرائيل في حرب ستة وخمسين امريكا التي تدخلت لانقاذ اسرائيل في حرب الف سعمية وثلاثة وسبعين النصر المجيد نصر اكتوبر الذي تفتخر به مصر والامة العربية والاسلامية والشعب الفلسطيني وبالتالي اينما كانت اسرائيل ستجد امريكا هي الحامية والحاضنة الان الرئيس ابن مازن والسلطة الفلسطينية يبحث ويبحثون عن خيار جديد اما احتضان دولي بمعنى عبر الامم المتحدة للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية او عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية او الذهاب الى صيغة شبيهة بصيغة بالصيغة الدولية التي راعت الاتفاق النووي الايراني الاوروبي الامريكي خمسة زائد واحد بمعنى محاولة تكسر حالة التفارض الامريكي نحن دائما يتم الضغط علينا يعني اذا انا هستوقف عنك هنا سعة سفير الحقيقة المشاهد طول الوقت بيقولها لماذا الاسرار على ان احنا اللي بنوجد الطرف الامريكي رغم انه هو مش بس من يوم ستة ديسمبر من يوم قرار ترامب من عشرات السنين وهو واضح انه هو طرف وخصم وليس وسيطا ولا نزيها ومع ذلك احنا المصرين نحنا نروح نترمي في عباته ونقول له ارجوك هتلحق لا يعني انا مش موافق اول عكاة ان احنا مصررين يعني ان احنا نترمي في عباته لانه هو كان فيه تجارب اخرى يعني على سبيل المثال اخرها المبادرة الفرنسية الاخيرة اللي هي فيه اخر ايام الرئيس الفرنسي اولاند اولاند انا كان تقديري لها ان هي لن تبدأ يعني نانستارتر يعني وفعلا ده اللي حصل يمكن اه لما هيجي الشهر الجاي الرئيس الفرنسي الجديد ماكرون الى المنطقة يمكن يحاول احياء هزيم بودرة مرة اخرى وهنشوف بالعكس مصر اؤكد لك ان هي مع اي اسهام مش بالضرورة ان يكون الولايات المتحدة فيها ولكن انا اللي بقصده انه الطرف اللي يستطيع انه يضغط على اسرائيل واتعامل مع اسرائيل بخشونه اكثر التحاد الاوروبي دائما اسرائيل تنظر اليه انه هو بيدفع الفطورة فقط فطورة الاجتماعات لكن مش هو ده الطرف اللي ياخد قرار فانا انا راجل دبلوماسي بتكلم في الواقع بفو وبتحرك في ايطار هذا الواقع اه امريكا الكوة الكبرى اللي موجودة في العالم روسيا لها اسهام طبعا في قضية السلام روسيا الان لها دور مختلف تماما في منطقة الشرق الاوسط معادة دقولها في سوريا قد تكون لها دور فاعل فعلا في ايطار عملية السلام قادمة ولكن لازم احنا بنتحرك في ايطار كل يعني مرجعيات عملية السلام في المنطقة كانت بصراحة برعاية امريكية وبالتدخل امريكي وكان احيانا بيكون في اطراف اخرى موجودة ولكن دائما القوة التي تستطيع انها تدفع اسرائيل هي هتكون الولايات المتحدة الرعاية الدولية للأسف الامم المتحدة نفسها بدأت مع عهد ترامب وهي ضعيفة وهو انهكها بتفتكر لمقعد جنب السكتير العام واهانه تقريبا هو انهك الامم المتحدة من قبل ان يبدأ حتى ولايته وهو انسحب من اليونسكو واسرائيل بتنسحب من اليونسكو وكل ده كان تمهيد يعني هو انا فكرة انا تابلتك بعد انتخابات اليونسكو بسبب كنت انا وانت بس صحيح وقلتلك ان فيه نظام دولة جديد بيتم رسمه الآن بسبب هذه الانتخابات افرزت هذا النظام الدولة الجديد بس نفهم ونقرأ نفهم ونقرأ ونتحرك في هذا الاطار لان الاطار العملي على الارض الرئيس ابو موازن نجح في فترة طويلة جدا انا كنت في رمالله في اجتماعات فتح حركة كنت تتذكر هذا فعلا قدر ان هو يثبت الشعب الفلسطيني على الارض وده انجاز كبير جدا في ظل يعني البحر الهائج لكن لا حرج عن نفس النقطة مع الوزير هي فكرة انه انا ما عنديش خلاف على القدرة الامريكية على الفاعلية الامريكية وعلى قدرتها على التأثير على اسرائيل ده قولا واحدا لكن هي المشكلة في الموقف الامريكي يعني انا في النهاية اه انا ما عنديش شك في قوتها وصلاحيتها لكن قدام الكلام اللي قاله الدكتور ابو صبر اللي هو طول الوقت هي لم تكن ابدا نازيها حتى مش بس من 6 ديسمبر من عشرات السنين والان السفور في الدعم لاسرائيل في احلى حالاته ايوه فانا فرصتي هنا فرصتي زيرو لا ازاي انت وقفت بفضل طبعا القرار المصري والديبلوماسية المصرية وانا هنا بشيت بالديبلوماسية المصرية قدرت اتوقف امريكا لوحدها منعزلة امام العالم كله المجتمع الدولي كله اقر شيء وامريكا هي اللي بت بس نا معنوي يعني طبعا دبلوماسيا انا مقرر بس انا بقولك عن مستوى الاعلامي والرأي العام والشعبي وبعدين ها قالك بس تمام انتصارنا في القرار العامة لامم المتحدة هو برضو وبعدين يعني هو نفس السؤال ده تقوله للرئيس ترامب لا هو للأسف بياخدوا اجرات على الارض هم بيفرضوا امر واقع بالقوة واحنا طول الوقت عملين نتشدق بالقوانين والقرارات والمواطين انا متفق مع دكتور ابو صامرة في انه ترامب فعلا يعني ادى هدية للتعنط الاسرائيل واسرائيل عندما تحصل على اعتراف من اكبر دولة بين الكدس وعاصمة وهي مستمرة في حضم الارض باقمة المستوطنات اذا انت فعلا بتقود اي عملية سلام محتملة او قادمة ده انا متفق معها تماما ولكن لازمنا بنقول ان في حاجة اسمها مجتمع الدولي لازمنا بنقول ان في حاجة اسمها ضمير مش ممكن العالم هيعيش والله يعني الموضوع ده بقى احنا الدبلوماسيين بنعرف ايه بنرفع عزل ضمير والمجتمع الدولي ده موضوع مهم جدا وتأكد اصل الادارة مش مستمرة صحيح ان الادارة الامريكية ما بتتغيرش من رئيس السريقة بالبلد السريقة الكبيرة دلوقتي لا لو عدت وان شاء الله ترامب مشي بعد كم سنة بس اسرائيل خدت السريقة دي وقررتها واصبعت قبرا واقعا انت هتقعد عقود لمجرد بس انت تعيد النقطة دي لمكانها وحردك لما يكون الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة اللي نقلت سفرتها ده معناه ان ده عمل شاز بيخالف المجتمع الدولي ويخالف القانون وبيخالف المرجعيات الدولية كلها وبالتالي ده عارف ايه يقولك نصر ضعيف للاسرائيل والولايات المتحدة الامريكية وانا لازلت ارهن ان فيه عقلاء موجودين في الادارة الامريكية صحيح ان هم كلهم يعني تم في المرحلة دي سيطرة عليهم بشكل ما ولكن لازل فيه رجل عقل الرصين هيقدر يقول ان الاجراء اللي هنالي عملناه ده اضر بامريكا طيب حرجع حرجع هنا مع دكتور ابو صامرة لفكرة طيب بلاش الولايات المتحدة خلينا نروح للأمم المتحدة اللي هي كمان ولاية المتحدة الحالي عشان برضو محبش البكش في الكلام في النهاية هذه المنظمة الدولية هل يمكن التعويل عليها يعني الفلسطينيين في قرارة نفسهم الآن هل يمكن الذهاب والتعويل والحجد الدبلوماسي وكذا ام انا في رأيي من دولة الأمم المتحدة انا قلت عليها في المقدمة ما يشبه البلياتشو التي تحرك او دمية تحرك الولايات المتحدة لكن في النهاية في منها رجع الآن على مفترق طرق يعني ومفترق طرق له علاقة يعني يعني بلحظة المصارح مع الذات الفلسطينية والنفس الفلسطينية الآن نحن يعني يعني اقتربنا من نهاية لنقل مطاف عملية السلام صحيح طرار ترامب جاء كنقوص الخطر يدق ليقول لنا ماذا قدم لكم اوسلو أيها الفلسطينيون القناعة التي لدى غالبية الشعب الفلسطيني أن اوسلو قدم للفلسطينيين الزل والمهانة والسلام الزائف والأكذوبة الكبرى وصرقة الأرض وتهويدها واغتصابها وقتل الفلسطينيين منذ اوسلو السلطة الفلسطينية تأسست عام 94 96 كانت إسرائيل تشن حربا على قطع غزة ما سمي في ذلك الحين بهبة النفق عندما أراد نتنياهو نفسه إقامة مستوطنة جديدة في على مشارف القدس جبل أبو غنيم وبدأ حفر نفق جديد أسفل المسجد الأقصى المبارك لذلك سميت هبة النفق عام 2000 كانت هناك انتفاضة الأقصى أيضا لاحظ كل شيء له علاقة يعني كل الهبات منذ أوسلو حتى الآن لها علاقة بالأقصى ولها علاقة بالقدس ولها علاقة بالاستيطان ولها علاقة بالتهويد 2000 كانت مكافأة إسرائيلية أمريكية أيضا لأرييل شارون نتيجة إسرار الزعيم الفلسطيني الخالد ياسر عرفات على عدم التفريط بالثوابط والحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة واللاجئين وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتحديد مصير بالذات المسجد الأقصى المبارك كان التفاوض يعني الإسرائيليين يريدون ما تحت المسجد الأقصى وما فوق المسجد الأقصى نتحدث عنه يعني بالمفاوضات ويريدون طبعا حائط البراق الشريف وساحة البراق وحارة المغاربة وغير ذلك منذ 2000 حتى الانسحاب الأحادي الجانب وهو مؤامرة أيضا إسرائيلية كان نزيف الدم الفلسطيني لم يتوقف رغم أن عملية السلام أننا نعيش في ظلال عملية السلام ونعيش في ظلال اتفاق أسلو أسلو قتل الزعيم الخالد ياسر عرفات إسرائيل قتلت ياسر عرفات عندما حضر وعاد من خلال اتفاق أسلو إلى أرض الوطن لأنه أدرك أبو عمار أن السلام سلام زائف وهو دعا يعني أنا سمعت من هو من آخرين يعني عندما غادر ويريفر قال للرئيس الأمريكي السابق أو الأسبق بيلي كلونتون إني أدعوك لحضور جنازتي عندما طبعا وصلت الأمور إلى الحد وإلى الجدار الفاصل قال له كده بالحرف حرفيا نعم أنا سمعتها يعني منه وآخرين سمعوها وهو أتحدث بها على إني أدعوك لحضور جنازتي لأن زعيم الخالد ياسر عرفات كما الرئيس أبو مازم بالمناسبة يدرك تماما أنه لا يمكنه التنازل عن الثوابت الفلسطينية التي في مقدمتها قدس الأقداس القدس هي جوهر القضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية هي جوهر الأمة وبالتالي طبعا حدث الانسحاب الإحادي قليلا كان هناك حرب 2008 2009 على قطاع غزة في بداية نهاية عهد بيلي كلونتون وبداية عهد أوباما صحيح 2012 حرب أخرى 2014 حرب أخرى مع استمرار العدوان على الضفة الغربية والقدس المحتلة الاستيطان مستمر التهويد مستمر القتل للفلسطينيين في الضفة الغربية مستمر يعني جريمة قتل وإعدام الطفل الفلسطيني محمد أبو خدير تمت في عهد أوسلو ولا تمت في في زمن آخر جريمة قتل حرق عائلة عائلة دوابشة عائلة الطفل دوابشة صحيح تمت في زمن أوسلو وبالتالي نحن ندرك يقينا أن أوسلو أعطى الهيمنة للإسرائيليين أعطى الاستبداد للإسرائيليين أعطى القتل والإجرام للإسرائيليين وأعطى للفلسطينيين الذل والمهانة وصرقة الأرض والمصادرة قطاع غزة في ظل أوسلو له يعني محاصر إسرائيليا منذ عام 2006 الضفة الغربية يعني يعني من يذهب إلى الضفة الغربية كاد ألا يصدق يعني ما يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية صحيح عندما تخرج من مدينة إلى مدينة ونحن نتحدث عن زمن أوسلو أن تستوقفك عشرات ومئات الحواجز وأنا سؤالي من اللي ودكه أوسلو المجتمع الدولي المعادلة الدولية نسأل بس اللي ودكه أوسلو الضعف العربي الضعف العربي أنا أسمع ترقيم عليك هذه النقطة معها ما زعلش مني يا سعد سفير أنا دوري أنه كل ما يدور في الشارع أنه في قسم كبير في الشارع العربي بيقول أن ربما الدبلوماسية أضعت جزءا كبيرا من الحق الفلسطيني أنه هذا هذا الابتلاع للطعم الأمريكية والإسرائيلية طول الوقت تعالوا الأصله تعالوا الواي ريفر تعالوا الكذا يلهون عن حقيقة الصراع وهو المقاومة والكفاح من أجل النضال الاستعادة الحق لا يعني ما تقدرش تقول أن الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما كانش فيه فترات طويلة جدا من المقاومة ومصر زي ما قال الرساة الرئيسة فتح السيسي قدمت مئة ألف شهيط صحيح صحيح من أجل القضية في السنة لا والاتهم هنا للديبلوماسية إن هي دي اللي ضيعت تسجوز من الحق لا ما أنت شوف هي يعني لا تستطيع أن تتمضي في طريقة كله بالحرب ولا تستطيع أن تتمضي في طريقة كله بالديبلوماسيين من المؤكد أنه فيك فعلا فقرات من الصراع العربي الإسرائيلي كانت فيها عنف ثم مفاوضات وأشعر بال يعني مشاعره كفلسطيني وأنا من من أكبر الناس يعني مهتمين بالقضية الفلسطينية على مدى تاريخي فالمهم أن أنت الفترة القادمة هي دي الأسوأ بمعنى لأنه زي ما قالت دولة أبو صامرة هو الرئيس ترامب أغلق ملف اللي هو كونها دائما نوع عليه الملف الشائك صحيح اللي هو ملف القدس صح في عندك ثلاث ملفات شائكة القدس واللاجئين العودة والمياه هو أغلق أول ملف تخيل أنه هو أنا ده توقعي أنه مع السنة الجديدة 2018 هيقدم لك خطة هو رسمها أو الناس بتوعه رسمينها ويقولك هي دي أنتوا عادتوا تفعوتوا سنوات طويلة في أصله وعادها صدق سيد 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 أنا تخيلت ده يوم 6 ديسمبر يعني قابليها بكم يوم لما قيل أنه ترامب حيعمل مؤتمر صحفي وحيعلن فيه الاعتراف بإسرائيل أنا قلت مهما بلغ من الجنون ومهما بلغ من الظلم والتبجح وكذا عمره ما حياملك للوحده فلما طلعت الإشارات قام ليها بـ 24 ساعة لا ده خلاص ووضح أنه قبلك كمان أمو بازل في التليفون أنه لا أنا هاخد القرار وحاول يقنعه بيه وكذا فأنا طول الوقت حتى قلت الأصدقاء هنا سيد المشاهدين قلت لهم يا جماعة أكيد في المؤتمر الصحفي حيطلع يقول أنا بعترف بكذا بس في المقابل الفلسطينيين لهم كذا علشان نبدأ بجد حد الدولتين يعني قلت العقل يقول كذا ما عملهاش ما عملهاش بس هو أنا تصوري أن جزء بنته كوشنر ده عنده خطة هو وضحها نتيجة الجولات اللي عملها في الفترة الماضية خطة نحن نقوله أن كوشنر ده يهودي صوريوني وعندك كمان السفير الأمريكي الجديد في إسرائيل اللي هو قاعد في القدس فعلا عنده شقة هناك وبيمارس عمله كسفير من القدس فريدمان ده برضو من العربين بطالة الموضوع ويهودي هو دائما بالمناسبة السفير الأمريكي في الفترة الأبيب أو في فلسطيني المحتلة عند الكيان دائما يهودي مارتن أنديك صحي مارتن أنديك من أخطر السفراء صحيح فالمهم أنه أنت في الفترة القادمة وهي دي الفترة الحارجة في 2018 أنا أتفض مع أوائلها هيكون في خطة أمريكية هتعرض على الجانب الفلسطيني وعلى الجانب العربي وهيقول لك تيكت أورليفت يعني والأمر الواقع أصول إيه طبعا دي سياسة ممكن أن هو يكون قاصد أنه العمله ده يحط ظهرك للحيطة أيوة وبعدين يجي الملك الجزرة أيوة أنا توقعي كده لأنه هو بمنطق رجل الأعمال ده بتتعامل أحيانا في الصفقات التجارية وأنت لو شفت البرنامج اللي كان بيعمله زمان اللي بيجيب فيه مجموعة من الناس ويختبرهم إزاي يعني هيديروا العمل كان هو كده الأسلوب بتاعه صحيح ده أنت ارجع للبرنامج ده هتشوف أنه دي منتاليتي بتاعت رئيس ترامب فإذا أنت الفترة جاية عليك عمل ديبلوماسي قوي جدا 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 لرفض أي حاجة لأنه في النهاية هيقول لك خلاص أنت تاخد الأرض الفضلة لك المستوطنات الإسرائيلية دي هيكون لنا أكسس مباشر عليها كإسرائيل تحت سيادتها وإنت ماسك بس بعض المدن الرئيسية زي فكرة الجبنة السويسري بتاعت زمان اللي كانوا بيقولوها لنا صحيح وما لكش سيادة ولا على السماء ولا على البحر يعني فدولة منقوصة السيادة طبع فده اللي احنا لازم نتحرك فيه وعشان ما يفرضوش علينا كما بالقوة بالضبط تزويد الاعتراف بدولة فلسطين في الفترة القادمة اللي فيه دول اللي زالت مع يعني إحساسها بالقضية فلسطينية ولكن للآن لم تعترف بفلسطين كدولة لازم ونرفع كمان درجة التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية زي اليونسكو وغيرها بحيث ان احنا فين نحصر القرار لأمريكي دي يجب ان تشعر أمريكي المتحدة انها معزولة دوليا في التحرك بالنسبة للقضية فلسطينية هو ده طب هنا سؤال بسغير ابنوارجع الدكتور مصام حتى لو نجحنا فيه محاولة عزل أمريكا ديبلوماسيا وكذا يفرق معاه في النهاية في النهاية يعني يصد الباب ولو انه هو فيه قضايا أخرى زي مثلا موضوع إيران أو موضوع المناخ انسحب من اتفاقية المناخ وضرب برضو موضوع لا لا الرجل ده فاربع سنين ممكن يبغوز الدنيا ويمشي يعني يا فرحيدي لما يمشي مع داربع سنين يكون خربت بس أنا يعني هتعمل هو ده الرئيس الأمريكي اللي موجود يا أمريكان عملكم لله والله يا أمريكا يعني يعملوا حاجة يا دكتور متى كانت إسرائيل وأمريكا تقلق من الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ جيد السؤال بصراحة في غاية الأهمية الشعب الفلسطيني طبعا يعلى من جميع يعني لأن الشعب الفلسطيني منذ أكثر من أتى عام يقاوم على أرضه تمام والشعب الفلسطيني لن يكل من المقاومة بكافة أشكالها أمريكا ستقلق ومحى إسرائيل ومحى كل أعداء أمتنا وشعوبنا يعني العربية والإسلامية فيما لو توحد الشعب الفلسطيني وأصبح كتلة واحدة يعني أنا أتمنى كفلسطيني أن تختفي إلى الأبد رايات الفصائل الفلسطينية والأحزاب لا تختفي الفصائل راياتها تختفي ليوحدنا علم فلسطين فقط يعني جميعنا نتوحد خلف فلسطين القضية خلف فلسطين الرمز تكون أدواتنا وأهدافنا واحدة تكون قياداتنا واحدة نحن الآن أحوج ما نكون إلى تشكيل جبهة جبهة فلسطينية واحدة واحدة نسميها ما نشاء يعني طبعا ليست بديلا عن منظمة هي جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير منظمة تحرير إرث وطني فلسطيني يجب أن نحافظ عليك ومحاسة الشرع الوحيد يجب أن نحافظ نحن نكلم أول أول عنصر هو وحدة وحدة الشعب الفلسطيني وحدة فصائل وحدة قواء بالمناسبة هذا الرد الأمريكي قرار ترامب هو بشكل أو بآخر هو رد على المصالحة الفلسطينية التي رعتها مصر صحيح نحن نعتبره أنا قلت في أكثر من موقع وأكثر من مقابلة أن مصر يعود لها الفضل حقيقة وهي الشقيقة الكبرى وهي الحاضنة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني أنها لأول مرة منذ 11 عاما أدخلت الفرح على الشعب الفلسطيني الانقسام الفلسطيني نحن نعتبره نكبة ثالثة بعد نكبة 48 بعد نكبة 67 طبعا يعني البعض فينا أيضا يعتبر حقيقة للتاريخ أيضا يعني رحيل ياسر عرفات زعيمنا الخالد ومؤسس الثورة الفلسطينية ومؤسس السلطة الوطنية الفلسطينية أيضا نكبة من نكباتنا لكن الحقيقة الانقسام كان نكبة ليسويها نكبة جاءت مصر بوعيها وبقدرتها وبإمكانياتها وبمركزيتها لتزيح هذا الهم وهذه النكبة الكبرى عن صدر الشعب الفلسطيني وتوحد الفلسطينيين لتنبههم أيضا إلى حجم الأخطار التي تتهدد القضية الفلسطينية ولتمنع بمنتهى الوضوح أقول لتمنع القضية الفلسطينية من الذوابان مصر أدركت كما أدركنا نحن أن هناك من يتآمر على القضية الفلسطينية لتذويبها والقضاء عليها بسخد بالك دكتور أنا منطبق مع هذا المناك تماما بسخد بالحركة دايما أنا معني ويمكن تعلمت ده من سادزيتها في الدبلوماسية معني طول الوقت بقياس الفعل وتوقيته ورمزيته فكرة أنه طول ما الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطيني كانت مشتتتة ومنقسم أو انقلاب غزة ومش عارف إيه وكذا وكذا في البداية من الألفينيات نعم لم تدعونا أمريكا ولا إسرائيل لأي ملاهي من الملاهي لأنهم ما كانوش محتاجين مستنزفين إحنا إحنا انتم مستنزفين لوحدكم قل لك أنا أدعوكم ليه وأوجع دماغي ليه أنتوا بتموتوا في بعض وبتقتلوا في بعض وبتحاربوا في بعض وما بتماثلوش خطر علي ومش مقلقين بالنسبة لي فأنا قاعد فرحان واسبهم يتصارعون صحيح إذن كل الفسح بالبلدي كده اللي كانت مفسحها عندما كانت تقلق أمريكا مننا نعم من الشعب الفلسطيني يقول لك لا 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 أنتم حتنضلوا الانتفاضة الفلسطينية واصلة لذروتها في كفاح مسلح في مش عارف إيه لا تعالوا ناخدهم مش عارف كره لكأنها حبوب تهديئة صحيح وكل مرة كنا بندها صحيح كل مرة كنا بناخد الأرس صحيح يبقى لازم نعمل إيه نتوحد وناخدش الأرس وناخدش الأرس اتنين قدامنا انتفاضة فلسطينية تتصاعد انتفاضة القدس الانتفاضة الثالثة هذه الانتفاضة لنتفق يعني على كيفية حمايتها أيوة وتطويرها وتطوير أدواتها بس دا محتاج منظومة بالزبط يعني لازم تعدوا مع بعض الأول تماما تجمعوا كل الفصائل واللي يا محمد بيه أيوة ويحددوا انتوا بقى تحطوا خارطة الطريق ما نستناشي الأخذ يحطونا خارطة الطريق دائما الشعب الفلسطيني عندما يكون موحد حقيقة يستطيع بوحدته دا أخطر سلاح من إسرائيل بالفعل بالفعل دا وفي سلاح تاني كبه طب طب اللي هو المجتمع الدولي في يعني أوج تأييده للقضايا الفلسطينية في المرحلة الحالية دا يمكن ما كانتش موجودة في ظروف كثيرة جدا طب خلينا أسأل حاج برضو بحسك وترمومترك السياسي هل هو أوج تأييد المجتمع الدولي القضايا الفلسطينية ولا هو مجرد هبى لرفض القرار يعني مجرد بس يقولك عارف بالبلد كده ساعد سيفير لا ما يصحش كده كده مزودها أمريكا لكن مش فكرة أنه أنا مؤيد القضايا الفلسطينية لا هو أخطأ خطأ فهم حناك طبعا فهم حناك طبعا بس هو أخطأ خطأ وده يفجر المشاعر كلها يعني لما تشوف البيانات التي تقالت في مجلس الأمن لا طبعا ده دي بيانات سياسية قوية جدا من دول كانت بتسير في فلك الولايات المتحدة الأمريكية حتى الدول زي استراليا وكندا وقالت لا ده مش معناها أنه احنا مش بنقايد القضايا الفلسطينية وحل الدولتين والقودس الشرقية وكل الكلام ده لا انت خلقت نتيجة خطأ وهو يمكن كانش يقصد على فكرة أنه يحشد هذا التجمع الهائل من المجتمع الدولي وراء القضايا الفلسطينية هو خطأ وأنا أعتقد أنه فيه ناس يعني هتبتدي تفكر أنه إيه اللي احنا عملناه ده أو إيه الخطأ وهو يعني الولايات المتحدة سياستها يعني ما عندهم شمانا أنه هم يتراجعوا في أي شيء ولكن مش بالأسلوب اللي احنا فاكرينه هو ممكن يسيب القرار يموت ممكن يسيب القرار يموت يعني الزمن زي ما كان هنري كيسينجر كان ده يقولك الزمن بيحل حاجات كتيرة يسيب الموضوع ده وما يفعلش إجراءات وما يفعلش إجراءات وخلاص وانتهت القصة على كده ويقلل حتى يعني واجهة ناصر يعني ممكن يوجه الإسرائيل كمان تقودش تتكلم في الحكاية دي خلاص احنا عملنا علينا اعترفنا كل حاجة سيب بقى الموضوع يبدأ في الزوبان واجهة ناصر وده حدك شوفت لو حصل يبقى نوع من أنواع التراجع اه طبعا طبعا برضو هنرجع تاني يعني معلش الدكتور يمكن أبو صمرة مش هيوافق على كلامي لا أمريكا ده أولا مهمة لا طبعا بالتأكيد لا هي مهمة على فكرة ما حدش فينا اختلاف احنا بنتكلم على فكرة ان هي مهمة متفقين فاعلة متفقين سيدة العالم سيدة العالم بلا سيدة العالم بس يعني فاعلة ماشي متفقين اه لان انا بحب السيدات اه شعب فلسطين سيادة العالم ايوا كده لكن قدرتها على أن تكون عادلة قدرتنا على أن احنا نأخذ منها شيئا ضد اسرائيل انا ده اللي انا مش متفقين تحت ايد بناء انا اشتغلت في الاتنين في امريكا وفي اسرائيل وحاربك تماما مختنقة تماما بان هما فعلا وجهي يعني عملة عملة وحدة ولكن الدبلوماسية بتقولك خد اللي تقدر تاخده ده بينس اللي هو الرئيب الرئيس الامريكي ما عرفش حاجة شفت الكلام ولا أطلع فيديو من كم يوم أقسم بالله نتنياه وما يعرف يقولي الكلام هو أحد العربين يا نها ربي لا بس أنا بكلم عن بجاحة ايوه أحد العربين يعني بنس نائب الرئيس الامريكي لما يطلع يكلم بهذا فقالك انه انسوا انتوا بتكلموا عن إيه اسرائيل اسرائيل دي هي حياتنا هي كياتنا ده احنا نموت واسرائيل ما احصل لهاش حاجة نائب الرئيس الامريكي تخيل السبب الرئيسي لتأجيل زيارة بنس إلى الكائن الإسرائيلي هو إصرار بنس على أن يكون مؤتمره الصحفي بجانب حقق البراق كمان يعني هو مش بس رايح يزور ما يسمى زورا نبوهتان حقق المبكة وليس حقق المبكة طبعا إنما عاوز المؤتمر الصحفي بتاعه اللي يتحدث فيه عن المشروع السياسي هذا تحد يسافر بالضبط فإسرائيل القيادة الإسرائيلية يعني هي اعتبرت أن حققت ناصر كبير من خلال قرار ترامب مش عاوزة تخسره بمزيد من تأجيج الغضب الإسلامي والعربي والفلسطين فطلبت تأجيل الزيارة لحين ترتيب الأجواء شوف الوقاحة إلى وين دعوا برضو رفض يعني البابا هنا في مؤسس طبعا لا طبعا دعوا سبب تاني إنه الرئيس أبو مازين البابا طوادورس شيخ الأزهر يعني كل القيادات السياسية والدينية في مصر وفلسطين رفضت مقابلة وبالتأكيد هذا شيء مهم مظبوط وبالمناسبة يعني القرار ترامب يعني لو عاوزين حتى ننظر له من ناحية دبلوماسية هو هدية مجانية من ترامب لخصوم الإقلاميين في المنطقة وحتى يعني لخصوم الإقلاميين خصوم الإقلاميين في المنطقة ووضوح نتكلم هدية لإيران هدية لتركيا يعني بعض المفارقات السياسية الموجودة عن تركيا هدية أيضا لروسيا يعني وهو ذلالة يأس يعني ذأس سياسي وغياب استراتيجي لواشنطن في قراراتها الإقلامية نعم يفيد الجمهوريين قليلا لكن هو سيدرهم كثيرا هو طبعا هو نوع من أنواع الهروب من التحقيقات اللي بتجري مع روبرت مولاريان عنده مشاكل الداخلية فهو عنده مشاكله هو نوع من أنواع الهروب لكن بالتأكيد يعني أنا دعني أخالف يعني سعادة السفير أنه الولايات المتحدة لن تتراجع عن هذا القرار ترامب الولايات المتحدة في عهد ترامب لن تتراجع لن تتراجع ولن تتركه يموت لن تتراجع لكن ربما تتركه يموت لا أنا رأي أنه لن تتركه يموت ولن تتراجع إذا إحنا استمر وضعنا بهذا الضعف حتى اللحظة تقديري ردود الفعل الفلسطينية والعربية ما زالت ما زالت ليست بمستوى لدي أحسن شوية من المواات اللي كنا فيها أنا بشكر ترامب أنه صحانا شوية إماتة القرار والله يصحينا شوية القرار سينفذ الولايات المتحدة ستنقل صفرتها القرار هو إعلان يهودية القدس المحتلة تمهيدا لإعلان يهودية فلسطين المحتلة القرار تمهيد لمشاكل كبرى يعني ستقوم الأمور أخطر كثيرا مما يتوقع البعض يعني ممكن بكل بساطة فيما لو وجدت الزرائع لدى الكائن الإسرائيلي يعني في أقرب وقت تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنظيم عمليات ترانسفير جماعية لأهل القدس صحيح لا هو الوضع خطير تزامن القرار مع الإعلان عن افتتاح أول كنيس يهودي أسفل المسجد الأقصى هو كان يعد منذ 12 عاما وهو أقيم في أحد القاعات المملكية الموجودة أسفل المسجد الأقصى المبارك بنفس الوقت القرار تزامن أيضا مع البدء بتدمير ثلث مقبرة مأمن الله المقبرة الإسلامية التي يوجد بها مقابر العديد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى رأسهم عبادة بن الصامت وبالتالي هو تغيير لهوية القدس بشكل كامل وتغيير لهوية الصراع بمعنى حسم ليس فقط بالمناسبة قضية القدس حسم قضية الصراع العربي الإسرائيلي بدربة واحدة يعني نحن دائما حتى كسياسيين ودبلماسيين نقول أن الصراع العربي الإسرائيلي لن يحسن من طرفنا نحن كفلسطيني أو عرب بالضربة القاضية سيحسن بالنقاط صحيح ونحن حققنا على مدى مئة عام يعني سلسلة أو مجموعة من النقاط الهامة والمفصلة لكن الحقيقة دربة القاضية جت من ناحية تانية الضربة القاضية جت هو أراد أن يعيد الصراع العربي الإسرائيلي إلى نقطة البدء إلى نقطة الصفر من أجل أن ينشغل العرب والمسلمون ويبدأ استنزافهم أنت قلت يا دكتورة مسألتك متى نقلق العدو بالوحدة والتحرك والمؤثر حركة مؤثر المخطط فكرة خارطة الطريق برضو لانتظارنا طول الوقت أن أعداءنا هي التي تهديها إلينا إحنا لو أبو مازم دعا إلى اجتماع عام لكل الفصائل زي حالت قلت كده بدون رأيات رأيات الفلسطينيين فقط بس رأيات فلسطينيين كله ويتحط خارطة لشكل الجهاد المسلح وشكل انتفط الحجارة وشكل العمل السياسي والعمل السياسي والعمل الفصائلي والتواصل العربي والتواصل الإسلامي هي دي خارطة الطريق يعني من المفارقات المهمة انت اليوم كعرب كفلسطينيين كمسلمين لديك أدوات هائلة للضغط على الولايات المتحدة وتستطيع ليس فقط ان ترغمها على التراجع عن هذا القرار حتى ان تجعلها تعيد حساباتها جيدة مع الامة العربية والإسلامية لنقول مثلا مقاطعة البضائع الامريكية في المنطقة كل بيت عربي وكل بيت فلسطيني وكل بيت مسلم نصف مستهلكات وبضائع امريكية التهديد العربي وانا لا اقول الفعل العربي التهديد والتلويح العربي بسحب الودائع من البنوك الامريكية وهي بمئات لترليونات صحيح صحيح سواء المملكة للدول أو المملكة للأشخاص نعم التهديد بوقف الاستثمارات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة التهديد بوقف التحالفات الإقليمية العربية والإسلامية هناك قواعد أمريكية في تركيا في قطر في البحرين في غيرها لا انسى بتاعت قطر يمكن تزيد الفترة بالزبط فالقصد أنه نحن نملك أدوات قوة أيضا حتى على المستوى الفلسطيني يعني أنا ناشد يعني عبر قناة الحياء أخواننا في فلسطين شعبنا الفلسطيني الحي البطل الذي يقتل بالرصاص الإسرائيلي الأمريكي أن يقاطع فورا البضاعة الأمريكية والبضاعة الإسرائيلية البضاعة الإسرائيلية التي تغزو البيوت الفلسطينية والبيوت العربية للأسف الشديد المقاطعة يعني مقاطعة عالمية للبضاعة الإسرائيلية يعني بدأت تؤتي ثمارها بشكل قوي ومؤثر يجب أن نتوقف نحن كفلسطينيين وكعرب وكمسلمين عن يعني التعامل مع البضاعة الأمريكية والإسرائيلية وأعتقد سوف نشكل من خلال ذلك قوة ضغط مؤثرة طيب سعد سفير الملمح الدبلوماسي الأغرب في حياتي اللي شفته اللي حراي كنت حتلمح اللي في بداية الكلام وفكرة أنا حكت باسمك عندي يعني أنا مشوفتهاش والحقيقة كمان أنا مستغرب إزاي الدبلوماسية بتاعة الدول اللي كانت حضرة في الاجتماعات ومندوبين سيبك من اللي قاله ترامب دي مندوبة الأمم المتحدة أعتقد هي هندية الأصل هندية 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 من أصول هندية نعم قالت كده صراحة لقد قلتك في الكلمة وهي واقفة على البوديوم على المنصة قالت لك لقد كلفت من قبل رئيس أمريكا إن أنا أكتب أسماء الدول التي ستعترض على القرار الأمريكي جدا وش نعم والحقيقة ما شفتش مندوب دولة العربية ولا أوروبية ولا كذا يقول لها أنت بتقولي إيه أنت بإحنا أنت نظرة الفصل لا يعني اسمحلي كمان يعني لا في خمة الإهانة بصراحة إهانة أنا أقولك برضو في اللغة يعني إحنا كسفراء في الخارج ما نقولش على رئيسنا إنه هو وكلفني إنه أنا أكتب أسامي يعني عارف دي فيها سازاجة وطفولة في التعامل منها حتى ماشي بس برضو فيها إهانة رئيس أيوة أنا عارف فيها إهانة بس قصدي هي أخطأت وقعت في خطأ جسيم إذا كان هو في التليفون قال لها بكتبي لي أسامي ما فيش حاجة اسمها كتبي لي أسامي ما فيه تقريب بيطلع بيروح التصويت بيطلع قدام الناس كلها صحيح يعني عارف مليونات سنويا كمعونات لدول هتعرضنا دلوقت خايف ويس هنوفر يعني بيهدد بال لا وده بيديك ملمح على طبيعة الإدارة الأمريكية نعم وده ودي طبيعة مقلقة العربة ده طبيعة مقلقة لا كمان بس فيه قدر من يعني عارف إيه الإحساس بالتفوق والقلو عن الآخرين وده دي طبيعة مقلقة وهي بتحاول تبقى أمريكية أكتر من الأمريكان الحقيقة سات مندوبة دي مثلا ما حابش يخش في يعني التوصيف العنصري لأي شخص لكن هي بتحاول وانت هتلاحظ كيه دايما أن وزراء الخارجية أو المسؤولين الكبار في الإدارة الأمريكية يعني لما بيكونوا من أصول غير أمريكية بيحاولوا يدوا شحنة أمريكية أزيت شوية من المطلوب ف المشهد كله كان الحقيقة مشهد بائس بيدل على أنهنا فعلا في نظام دولي جديد بتقوده دولة مش متزنة طب ما يترد مش عليها يعني لو حضرتك مندوب مصر في أمه وطبعا وحضرتك مش بتكلم من عندك لازم يبقى فيه رجوع للخارجية المصرية الدكتورية المصرية ونعمل بس في النهاية لا رد يعني رئيس أمريكا يطلع يقول كده بجاحة ومندوبة أمريكا تطلع تقول كده قبل التصويت أنا كلفت على كذا 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 فمحدش يطلع يقولها هذه اللهجة غير بقبولة على أقل جملة مش حاولك نشتمها أكيد أكيد حصلت في الأربقة مش بدلولة على العلن ولكن أخذت رد قاسي جدا أنه هي 14 واحد يعني وقفوا مع القرار المصري وهي العهيدة اللي عملت الفيت لا هو كان بس التنويه المندوبة الزاويلة قال يعني إرادتنا ليست للبيع كان رد كتير إرادتنا ليست للبيع نعم نعم مندوبة الزاويلة قال أنا أقول لترامب أنا إرادة العالم ليست للبيع بعد الكلمة بتاعته وأعتقد فيه مندوبين آخرين يعني بنفس الوقت أنا شوفهم اختمارات صحفية لا أتكلم أهو كان بيرد على موضوع المعاونة مندوب منزويلة أرد على موضوع المعاونة ما هي أقصت المعاونة أنا بيقول لك أنا أدفع مليونات ومليونات معاونة لا مش على كلام نيكي هي لأكيد هنجتم الأسامي لا ده هي تقو عارف عارفها في الزمان لما كان المدرس يمشي وهوقف حد على التصبورة في الفصل ويقول لك اللي هيغعمل شجب ومتاحك تبق اسمه صح إيه يا جماعة يعني وصلنا يعني إحنا قد قولت أبلي كده سيدة العالم وشرط العالم ومدنزم لكن هو ده طالع بيقول لك بقى أيوة أنا النظر بتاع المدرسة وإنتم كلكم تراميذ عنه دي تبقى سابق العلم يعني في التاريخ الدبلوماسية جدا يتنظر بها الناس يعني هتنظر ده بس بمكذبش على حدك أنا أشعرت شوي بالإهانة إذا ونت أشدية فرجية خلاص آه يعني إيه اسمي مش حقيقي اسمي مش مكتوب هو دلوقتي إحنا قدامنا أتصور يعني الخطوة فلسطينية مهمة يعني تحتاج داعم عربي وهي التقدم بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد قرار ترامب نفسه يعني طبعا المشروع القرار مصري كان مشروع مهم جدا ومصر قادة الدبلوماسية العربية ودبلوماسية الدول عدم الانحياز بشكل ذكي والإسلامي والإسلامي طبعا بشكل ذكي في مجلس الأمن وأيضا في الجامعية العامة طبعا كان لها دور بارز ومهم في الاتصال الذي حدث نعم صحيح وإحنا طبعا يعني بالراعي وبنقدر حسسية وضع مصر وحسية علاقاتها الدولية يعني ويعني رغم أنه احنا تعويننا الأساسي والمركزي على الدور المصري يعني باعتبارها فعلا حقيقة الحاضنة الأساسية للقضية الفلسطينية ليست فقط للمساحة لكن الآن الفلسطينيين يعني بأيديهم ورقة مهمة وهي بعد سقوط مشروع القرار المصري في المجلس الأمن الدولي بالنقد الأمريكي وبعد هذا الفوز الكبير في الجميع العام من الأمم المتحدة نستطيع أن نتقدم بخطوطين مهمتين الخطوة الأولى أن نطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة الخطوة الثانية يعني قد تكون الخطوة الأولى هي الآن التقدم بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد الولايات المتحدة وقرار ترامب هنا طبعا مسألة مهمة سعاد السفيري يعلمها جيدا وهي أنه عندما تتقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة ليس من حق الولايات المتحدة التصويت وبالتالي أنت تنتزع منها حق نعم نترف هنا متهمة بشيء وبالتالي سنحصل على قرار مئة بالمئة مضمون ضد الولايات المتحدة الأمريكية طب دي فكرة حلوة دي نا نا ما دي موجودة فيه يعني استبدأ رواحة تصعيدية طبعا الحصول على يعني الحديث الآن نحن ممكن بالماء عارف عندنا في محمد بعرف أكيدا حركة برضو قلتني في قول لك أصول بصرية وجزور بصرية عندنا فيه حاجة كده لما بتحب نروأ واحد نعمله كعب داير آه طبعا عارف الكعب داير طبعا بلغ في أسوانه بلغ في الإسماعي أنا عايزين نعمل كده في أمريكا في أمريكا كل تلات يام صحيح كل تلات يام دولة تروأها في كتة نعملها كعب داير لحدنا على الأقل ترامب يخلص لأربع سنين نخلص به أنا بتوقع أنه ما يكمل لأربع سنين وترامب قدامه مشكلة كبيرة داخلية يعني ترامب يعني بحقيقة هو كل ما يفعله نوع من أنواع الهروب من وضعه الداخلي طبعا يعني واضح أن التحقيقات ستطوله أيها صدر لنا احنا بشكله الداخلية بالزبط لا وضمن قوة نكتب تأيده طبعا إيه باك والسلوبي صحيح صحيح دكتورة أبو سامنة شرفتني ونورتني شكرا هترميل الدعوة مع الوزير شرف كبير وجودك معي ودائما مسعد بحوالي مع حضرتك بشكر حضراتكم حسيب حضراتكم مع هذا التقرير عن القائمين على جمعية أو حركة كلنا معاك من أجل مطر كانوا عاملين تجمع وانبارح في الهرم وزميلي مصطفى كيف كان هناك ورصد لنا هذه الاحتفالية وشوفكم أنا بكرا إن شاء الله في حلقة دير من الحال يوم وضيفي غدا إن شاء الله هو الأستاذ محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصري في البرلمان المصري تسبوع الألف خير